هناك تظاهرات وحتى إضرابات في مدن عدة في إقليم كردستان هل يتم وسط هذا الخلاف وعدم القبول بقرارات المحكمة الاتحادية أخذ مصلحة المواطن في إقليم كردستان بالاعتبار بحيث أنه لديه مدة طويلة دون أن يتقاضى أي من رواتبه سواء من إقليم كردستان أو سواء من المحكمة الاتحادية أظن أنك تتفق معي بأن المواطن لا يهمه من أين سوف يتقاضى راتبه ولكن في النهاية هو يريد أن يتقاضى هذا الراتب حتى أخطع الشك باليقين أغلبية الموظفين المتقاعدين يطالبون بتوطين رواتبهم عبر المصارف الحكومية الاتحادية هناك رفض لمشروع حسابي وهذا بحد ذاته أصبحت مشكلة الحكومة تصر هنا في الإقليم وفريق أخوة في الحزب الديمقراطية الكردستاني يصرون على تنفيذ مشروع حسابي الذي تبناه هذا الفريق وفريق الآخر الاتحادة الكردستاني والمواطنين والموظفين المتقاعدين يطالبون بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية هذا بحد ذاته أيضا خلاف جديد وربما هذا الخلاف هو السبب الرئيسي بتأخذ رواتب الموظفين المتقاعدين إضافة إلى سبب الذكرت لكيا بما يتعلق بالقوات الأمنية والعسكرية لذلك أنا أعتقد بأن يجب أن نتجاوز هذه الأزمة المواطن لا ناقى ولا جمل في هذه المشكلة طالت عشر سنوات عشر سنوات ليست قليلة بين ادخار كما قلت وعدم دفع بصورة نهائية أو استقطاع لذلك بصراحة المواطن بات لا يثق بأي جهة كانت المواطن يبحث عن قوته اليومي يبحث عن حالته المعيشية يبحث عن التدهور الاقتصادي الذي يمر به المواطن وجهت كلامي إلى سيد رئيس مزراء الاتحالي أخاطب سيد محمد شيعة سوداني وسيد مسؤول البرزاني بصريح العبارة المواطنين في الإقليم يعانون من أزمة كبيرة أزمة نعكست في حياة الاجتماعية فقدتهم روح الوطنية هذه الأزمة أثرت على حياتهم اليومية لا يستطيعون أن يوفرون مستلزماتهم في شهر رمضان الكريم لا يستطيعون أن يوفرون مستلزماتهم في مستلزمات أفطفالهم للذهاب إلى المدارس يعني هناك كم هائل من المطالب للعوائل لا يستطيعون تنفيذها في هذا الشهر عوائل كبيرة متعففة موظفين ومتقاعدين لا يوجد في منازلهم ما يليق بهم وما يليق بتاريخهم الوظيفي لذلك لا يجوز التعامل مع فرد من أفراد الشعب العراقي بهذه الطريقة وهذا الكلام موجه للسيد محمد الشياع السوداني والسيد مسرور البرزاني كلاهما يتحملان مسؤولية مباشرة في حل هذه الأزمة هذه ليست أزمة سياسية نعم إن كان هناك جنب السياسي يجب أن تركها جانبا لا يجوز أن ننظر إلى حياة المواطن لأنه كما قيل ويقال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق بهذه الطريقة يعني فعلا يتم قطع أرزاق المواطنين في الإقليم بطريقة ممنهجة إذن عضو الاتحاد الوطني الكردساني سيد محمود خشناو كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك